في الزكرة الثالثة على القضية ممكن تعالى اقولك ان ده احتفال مش بالفوز على الزمالك لان ده امر طبيعي ومتعودين عليه وما فوهوش جديد لكن ده احتفال بمنع الزيطة الزمالكوية اللي كنا هنعيش فيها تعالى اقولك انه كان هيتم اعلان ان مصر محمية بيضاء طبيعية بخطير حمر وكان هيتم طلب ترحيل الاهلوية منها فانت متخيل جون محمد مجدي افشة منع عننا ايه وان احنا لازم نحتفل بدا وانفكرهم بيه تعالى اقولك ان الموضوع ليه كان لازم نحتفل بيه وان الفوز ده قد ايه كان مهم وكان لازم كل سنة نفكرهم بيه لان الجيل ده من اللعيبة في الزمالك كان لازم كان لازم يتقسر ويتدسع عليه في الملعب وتشوفهم بعد الماتش او تشوفهم بعد تاني يوم من المباراة بالصورة اللي هتشوفوها في اخر الحلقة تعالى اقولك ان الموضوع بدأ بجمهور الزمالك اللي نزل قدام نادي مدينة نصر متسحف في الصبح بدري عشان محدش يشوفو وبدأ بالكلام ده وبالصورة دي عشان يقول اوعى تنام يا اهلي وان بدأت الحرب وفعلا الاهلي ما كدبش خبر وبدأت الحرب ومن ساعتها والاهلي منامش ومنايمش حد في افريقيا ودس على وش الكل وبعد مرور تلات سنين الاهلي بيكون كسبان بدل البطولة تلاتة بيكون كسبان التسعة والعشرة والحضاشر بس التسعة بتكون على وشه هو نفسه وانت بتدوس عليه وتعالى اقولك ان المفاجأة ان الاهلي بقى ينزل قدام نادي الزمالك وفي مية عقبة تحتفل جماهيره قدام باب نادي الزمالك في وجود الجميع وبعلم الجميع والكل صاحب لكن زي ما انت عارف كتمت صوتهم وخرستهم ودخلوا قحورهم واختفوا خالص بعد ليلة المباراة ليه عشان دي دربيات اللي بيخسرها بيختفي اسبوع لكن صدقني انت نهيت زيطة ومش اسبوع دي زيطة العمر كله الاهلوية وكلنا دخلنا المطش دي وإحنا بنراهن فيها يا رهان بكل حاجة وإحنا نملك كل حاجة مع فريق لا يملك اي شيء دخلت وانت بتراهن على كل بطولتك في أفريقيا وانت حامل 8 ألقاب دخلت وانت بتراهن على تاريخك في الفوز عليهم في أفريقيا 6 مرات وتعادل مرتين دخلت وانت بتراهن ان انت بطل أفريقيا وبطل الدوري المصري بأضعفهم وبطل الدربيات في أفريقيا اللي عمرهم ما كذبوك فيها وبطل كمان الفوز في الدوري والكاس وفي كل حاجة انت الضعف وأكتر ومع ذلك رهنت على كل التاريخ ده في مباراة مع شخص لا يملك اي شيء من التاريخ تاريخه جنب تاريخك صفرة عالشمال ومع ذلك دخلنا وإحنا بنراهن على ده مباراة كان الرهان فيها مجسفة من أي أهلاوي وطبعا حلم كل زمالكاو إنه يقسب الرهان عشان يفضل يزيد بيه تاريخه كله ولكن ما كانش دين مشكلة ولا في إوعى عتنام يا أهلي ولا في الجمهور ولا في بنت الملكي ولا كل الكلام اللي إحنا هندحك عليه ده لكن تعال أقولك إن الجيل ده من اللعيبة وفي السنة دي بالذات كان حصل الآتي طبعا انت فاكر فرجاني ساسي في المباراة السوبر اللي كذبوا فيها الأهلي بضربات الجزاء وفرجاني ساسي وهو بيعمل الحرقة الشهيرة وبيتريق على محمد الشناوي ده مش بس كده المباراة دي بالذات لعيف زي عبدالله جمعة وشكبالة كان كلها أمهم إزاي يستفزوا لعبة الأهلي وجمهوره وكمان جريوا على الجماهير وحرقات وإحقاءات جنسية وحاجات كلها قلة أدب وخروج عن النص مع جمهور النادي الأهلي وعبدالله جمعة بتاع إضرب يا بدري اللي كان فرحان اللي الأهلي بيخسر نهاية أفريقيا اللي عمره في حياته ولا في تاريخه كان عرف يوصله ولا يكسبه كان لازم يتدس على وشه شكبالة اللي لا يملك من تاريخه مع جمهور النادي الأهلي غير الخروج عن النص وقلة الأدب كان لازم كان لازم يتدس على وشه ويكون عمره في حياته ما كسب نهائي زي ده ده بل بالعكس ده جونه هو من أهم الأهداف اللي مش نكدت علينا اللي هتنكد عليه في تاريخه كله جون كل ما هيفتكره هيفتكر أن ده الجون اللي الداس في عليه جون نهاء القرن الجون اللي بعد ما جابه بيخسر أهمه بطولة في تاريخه وفي حياته كان لازم يبقى فاهم ده كويس ولازم كان يبقى مداس على وشه وهنا أهمية وعظمة فوز النادي الأهلي بنهاء القضية ممكن 27-11-2020 مش بس فرجاني ساسي مش مس عبدالله جمعة ومش بسش كبالة وكمان محمود علاء المدافع اللي كلنا فاكرين الحرقة اللي عملها مع حادث مرمى طنطة لما برضو حاب يبتريق عليه ويعمل الحرقة الشهيرة دي فكل لازم يكون طرف من الأطراف مش بس كمان وبين شرقي اللي شبهوه بالأسد وإن مشاين قهربة ده الفار وإن بن شرقي هو الأسد اللي احنا جبناه وفرجاني ساسي إنه أحسن لعيب قط نص وكل ده ليه والزيتة دي كانت عشان إيه كانت عشان الفوز بمباراة السوبر بضربة الجزاء وفوز في مباراة الدوري مش الدوري الأول الدوري الأول انسحبوا بلقطة الأوتوبيس لو تفتكروا وقالوا ساعتها إن الدوري أهم أفريقيا أهم دي أفريقيا اللي هم أدس عليه فهم ضحوا بالدوري ومجوش المطش وهربوا من الأوتوبيس والعيال نزلت تخش حمام وكمان لعبوا مطش الدوري التاني وقدروا يكسبوا أنا فاكر ساعتها المطش دي اللي فيلر لعب فيها تلاتة اربعة تلاتة لو تفتكروا وهم الزمال الكسب تلاتة واحد على ما أعتقد فساعتها في المباراة في دوري انتهى بفارق عشرين نقطة للأهلي يعني كانت المباراة تحصيل حاصل بعد دي هيطلع عينا مصطفى محمد في تصريح ويقول فيه ان احنا اتعودنا الفوز احنا هنجيب الأميرة الأفريقية لان احنا اتعودنا الجيل ده من الزمالك اتعود بالفوز على الأهلي فكان لازم تكون النتيجة انهم يخرجوا مقصورين ومزلولين كروير وفي الملعب كان لازم يتدس على وش الجيل ده بالكامل ما ينفعش جيل كان فيه مصطفى محمد وساسي وبن شرقي وعبدالله جمعة وشكبالة ومحمود علاء وكمان جنش ويخرج رافع راسه كان لازم يخرج بالمنظر ده كان لازم يخرج مقصور ومزلول عشان صدقني صدقني ما كانش يستاهل ده مش بس كمان ده حتى مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك اللي قعدنا سنين في شب في سب وقصف وخطف أعراض واشتيمة وطلع جيل من الزمالكوية لا يملك غير أنه هو يشتمك في كومنتات أو يشتمك في تعليقات أو يسبك أو يخطف عرضك خلق جيل مشوه من المشجعين جيل فاكر النشتيمة والخطف أعراض وقلة الأدب هو البطولة هو المكسب أنه هو ده اللي بيكسب وأنه هو ده الانتصار بالنسباله فما كانش ينفع أن مجلس الإدارة ده ومدير الكرة ده هو وابنه وعياله يرفع رأسهم ويقولوا أنه إحنا جبنا أفريقيا اللي غيبة عنا من 18 سنة ومن مين؟ من الأهلي ما كانش ينفع ينولوا الشرف ده ولا ينولوا المكسب ده كان لازم تكون النهاية مأساوية كان لازم تكون النهاية أن كل اللي رهنوا عليه وحاولوا أنه هم يعملوا يطلع على ما فيش عشان تشوفهم النهاردة وأحد مشجعينهم أو المنتمين ليهم بيقول أن شكبالة النهاردة ذكرى أحلى هدف في طريق أفريقيا وهو من جواه كلنا عارفين أنه مش بيعيعيع ده بيبكي بدل الدموع دم أيوة لأن الجون ده هو ذكرى النكد بالنسبالهم جون كل ما هيفتكروا هيفتكروا القضية ممكن مش بس كده ده ثقة إعلامهم كمان زي ما شفنا اللي بيتكلموا طلبنا من بن شرقي إيه طلبنا منه البطولة قالت تمنه دي موجودة وده كان كريم أبو الحسن اللي كلنا عارفين شلت هزل الرؤوس وكمان مش كده ده حتى معتز الشامي كان فرحانه وبيقول قص الأهلي جنة في النهاية وإحنا متعودين على ده وكل ده ليه عشان السنة دي كان فيها حاجتين كان فيها السوبر اللي كسبوه في ضربات الجزاء وكان فيها مطش تحصيل حاصل في الدور يكسبوها من الأهلي والأهلي يكسب الدور ده بفارق عشرين نقطة عن الزمالك فتخيل بعد كل الزيتة دي والكلام ده الجيل ده كان لازم يعرف حجمه كان لازم يعرف وضعه حتى بمهورهم كان زايد ودي ما انت شايف وهو بيهضر مع بنت الملكي قال لها فيه إيه بنت الملكي خشي شوفي عاملنا أكل إيه والطمين إحنا النهار ده هنكسب عشان يفضل هو وبنت الملكي يعياته كل ما ييجي يوم سبعة وعشرين حداشر وكل ما يفتكره القضية ممكن أفشة أنقذ البشرية وأنقذ الكوكب وعشان كده لازم في كل ذكرة وفي كل يوم وفي كل جمعة نحتفل بمنع الزيت الزمالكوية البيضة اللي كانت هتقول إن إلغي كل حاجة وإحنا عملنا كل حاجة فلازم كان يبقى موقف ذل وإهانة وفوز بالقضية ممكن كورة وفي الملعب عشان الكل يعرف حجمه والتاريخ يفضل زي ما بيقول الأهلي أنا بطل أفريقيا مبروك الحمد لله على مرور السنة الثالثة عشان نفضل نقول وهنفضل نقول ذكرى أسعد أوقاتنا وأتعس أوقاتهم ذكرى أحلى لحظاتنا وأمر لحظاتهم تفضل دايما في خالدة كده في ذكرهم وفي عقولهم لعيبة جماهير وإقدارة شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة من المشجع ومتنسوش تعمل متابعة على فيسبوك سبسكراب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير سلام